موسيقى يا صباح الخير والأمل والسعادة والتفاق والصباح يوم جديد ان شاء الله يا ربكم كله خير وبركة على كل اللي بشوفونا وبيتبعونا يوم جديد مع حضراتكم مع مصر جميلة ومجموعة متنوعة من الفقرات اللي ان شاء الله بنتمنى انها تنال رضا مشاهدينا في كل مكان خصوصا ان في مصر جميلة دايما بنركز على الموضوعات اللي بنحاول من خلالها نوجد حلول للعديد من المشكلات التحديات بناخد طاقة ايجابية نقدر نستمد بيها قدرتنا على مواجهة هذه التحديات اللي بنعيشها في المجتمع المصري واللي بتواجه العالم كله في ظل ظروف السائدة لكن دايما بيكون عندنا امل بيكون عندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى بالفعل اعطى مصر قدرات خاصة جدا في كل الموارد الخاصة بيها الموارد الطبيعية وكمان الموارد البشرية الثروة البشرية اللي بتمتلكها مصر وبتحافظ عليها ودايما بتحاول استثمارها بشكل جيد جدا ولما بتكلم عن الثروة البشرية بتكلم بصفة خاصة جدا عن الشباب عن الاطفال اللي بيتعرضوا دايما للعديد من التحديات في مواجهة الحياة اللي دايما بيكونوا هم محط الانظار بشكل كبير جدا لان الدولة بتعاول عليهم الكثير في ايجاد حلول في ايجاد افكار جديدة نقدر ان احنا نتغلب بها على التحديات وكمان بيكون عليهم عبقة او مسئولية كبيرة كمان في القدرة على ايجاد فرصة عمل على الحياة بشكل طبيعي جدا وكمان مواجهة كل التحديات اللي بتواجههم او بتؤثر على افكارهم ولما بنتكلم عن الاشياء اللي بتؤثر على الفكر او على الثقافة منقول دايما ان اصبحت التكنولوجيا الحديثة لها دور كبير جدا في هذا الموضوع وسائل التواصل الاجتماعي والافكار اللي بتبثها من خلال عرضها او نشرها بشكل يعني مش عايزين نقول بس بشكل عشوائي لكن بتنتشر بشكل كبير وفي احيان كثيرة بتكون عبارة عن شائعات ولكن بتؤثر في الفكر او في التصرف بالنسبة لأي انسان كمان اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالعديد من الالعاب الالعاب اللي بيقوم بيها ابنائنا مش بس الشباب لكن الاطفال كمان وبتؤثر عليهم بشكل واضح احنا شوفنا في الفترة الاخيرة بالفعل اصبح هناك ارتباط شديد جدا ما بين الاطفال وما بين الجيمز او الالعاب اللي موجودة على سوشال ميديا واصبحوا بيمرسوها العاب دي اصبحت بتؤثر في سلوكهم اصبحت بتؤثر على تصرفاتهم وللأسف في بعض الاحيان بتؤدي الى مشاكل كبيرة جدا ازاي ان احنا نوجه التفكير بطريقة صحيحة زي كل اجهزة الدولة وكل الاجهزة المعنية يكون لها قدرة على التكاتف لايجاد حلول لهذه المشكلات القوى النعمة والثقافة ودورها في كمان حفظ الفكر والهوية المصرية والبعد عن اي تأثيرات خارجية الحقيقة موضوع كبير جدا لكن هنحاول ان احنا نلقي الضوء على بعض النقاط الخاصة فيه النهاردة مع حضراتكم من خلال دكتور سيد عبد الحميد دكتور صعوبات تعلم كلية التربية جامعة حلوان للحديث بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع وبصفة خاصة دور الاسرة المصرية ودور المجتمع ككل وزي ما قلت كمان ان الشباب بيكون لهم نصيب كبير جدا سواء من الاهتمام او الرعاية كمان بيوجهوا تحديات كثيرة جدا زي انهم يتم تأهلهم بشكل جيد زي كمان يتم اعدادهم لسوق العمل من الموضوعات اللي بتشغل بالهم بشكل كبير جدا هنعرف النهاردة كمان من خلال فقرتنا زي بيتم المساهمة في وضع رؤية للشباب للتأهل لسوق العمل وده هيكون من خلال دكتور مصعد عويس بكلية التربية الرياضية للحديث حول هذا الموضوع الاهتمام بابنائنا بشبابنا مسؤولية كبيرة جدا ولكن علينا جميعا ان احنا نتكاتف لإضاح الرؤية بالنسبة لهم لانه هم المستقبل اللي بنعول عليهم الكثير والكثير مع حضراتكم دايما من خلال مصر جميلة بينها هتم بالشباب الشباب لانه هم المستقبل لانه هم اللي بنعول عليهم الكثير جدا فيه ايجاد حلول لكافة التحديات اللي بتواجه المجتمع والشباب كمان من حقه ان هو يستمتع بكل الفرص المتاحة بكل الدعم المقدم ليه سواء من القيادة السياسية او من كافة الاجهزة اللي بالفعل بتحاول ان هي تحول يعني توجد فرص لشباب في سوق العمل وتوجد كمان فرص للحياة بشكل افضل لكل شاب من شبابنا ازاي دا يتم وازاي كمان الشاب يقدر ان هو يستثمر قدراته بشكل جيد علشان يقدر ينمي هذه القدرات ويستفيد بها في المستقبل تساؤلات كثيرة جدا لكن في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي قلم شرفني في هذا اللقاء ارحب بالاستاذ الدكتور مصعد اويس الاستاذ بكلية التربية الرياضية اهلا بحضرتك يا دكتور منورنا صباح الخير الحالة لما بنتكلم عن الشباب احنا بنتكلم عن الامل بنتكلم عن الطاقة الايجابية بنتكلم عن المستقبل الخاص بالدولة المصرية خليني في البداية اقول حضرتك شايف شباب مصر يعني النهاردة تقدر توصفه بايه او تقدر تقول عنه ايه شوف حضرتك الشباب طول عمره بيسعى للامام يعني انا معلش اعتبر اجوز شويتين انما عندي قناعة ان الشباب الحالي بيعملوا حاجات اكتر وافضل مما كنا احنا هنعمل احنا طبعا اتربينا على ايد اسازة وقيادات ومدارسين ويعني فنانين وخبرك اما نشوف فنان نجيب محفوظه ويعني في كل اعماله اما نشوف طوح حسين الله يرحمه عميد الادب العربي وهو كان عنده يعني انت عارفين كفيف او حال انما كل ده تخطى وبقى اذا انا بقى كان اول دراسة عملتها القدوة في محيط الناشوة الشباب الكدوة استاذ الفضيلة يعني من يوم الانسان ما بيتولد بيبقى فيه الاب والام والجران والمتاع ثم يروح المدرسة يلاقي الاسادزة والمدرسين او المدرسات بالنسبة لبنات الاخير يروح الجامع يلاقي الاسادزة عظماء بيربوه وكان الاسادزة على ساعتها انت موسعد تعرف لغة تعلم لغة روح المسرح روح مسرح وهم اهم اسادزة فعايز اقول حضرتك كانك تكامل بين الكادات وبين الشباب فبالتالي بس اذنك ان احنا نقول للمجتمع النهاردة الشباب صنيئة المجتمع وكل الشباب لما يجد القدوة المسر الاعلى بيبقى كويت طب تعالي بقى النهاردة انا بقول بقى اللي اظهر مني بيوم يعرف عني بعشر سنين صحيح انت اظهر مني بكم يوم صحيح ثلاثة يام فاللي حصل ان احنا المشكلة النهاردة احنا مش حاشين لوحدان تمام فتاح النت فتاح الكمبيوتر هتبطل لقي عشرات القنوات وعشرات يعني الجهزة اللي بتخاطب المجتمعات وبالتالي بعضها مغرض وبعضها يعني ضد الانسانية يعني مش قول ضد الشباب مصر او ضد ضد الانسانية وبعضها قد يكون كويسة فاذا افتحتها على جوجل هاتي العلم هتلاقي تفتحها للقناة تانية فاذا من الطفولة بقى انا هتشغل مع الشباب من الطفولة قبل ان نشغل جديد ابتدي بقى يترب طيب خلينا نقسم الموضوع يا دكتور بعد اذن حضرتك هناك كلمنا عن القدوة هل حضرتك بترى ان الشباب النهاردة بيفتقد الى القدوة كلمنا عن السوشال ميديا او زي ان هما بيتعاملوا مع تكنولوجيا حديثة جدا واصبحوا اكثر قدرة بشكل كبير عن جيلنا والجيل اللي قبلنا ان هما يتعاملوا مع كل هذه يعني الادوات الحديثة بشكل او باقر فحرك قلت هنبدأ بالنشأ علشان نكون شباب سليم ولكن الشباب النهاردة هو كمان بيوجه تحديات وعليه ان هو يتعامل معيها ازاي ان انا اوجد له القدوة لحضرتك تفضلت وذكرت بعض رمزنا في مختلف المجالات في الادب في الرياضة في الفن في الثقافة في كل ده ازاي اوجد لشبابنا القدوة ازاي اخليه يتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة بطريقة صحيحة وبطريقة ايجابية يكتسب من خلالها المميزات انا عايز دايما عندي المناعة الامراض موجودة بس اللي عنده مناعة مش هي فبالتالي بالرغم من كل هذه المؤسسات الجديدة على العالم كله وعلى مصر وعلى الدنيا كلها انا خليه ينطقي اللي يقدر يشوفه ويحبه ويقدر ما يشوفه واذا شاف حاجة غير ايجابية يبقى عنده المناعة لكي لا يعني يعمل زي مثلها يعني فبالتالي انا يعني بلعب على المناعة ضد كل حاجة ضد الامراض ضد الاشياء السيئة الاخير في حاجة اسمها الادمان الالكتروني في حاجة اسمها يعني حاجات صخيفة جدا انما طب هل يا ترى انترنت ده وحش ممكن يبقى كويس القنوات الموبايلات دي ممكن استخدمها لحاجات ايجابية فبالتالي انا اسمح لي يا دكتور احنا ما ينفعش ان ننفصل عن العالم يعني مش اقدر اقول تكنولوجيا الحديثة لا ما نستخدمهش احنا لازم لازم ان احنا نستخدم تكنولوجيا الحديثة الانترنت لا لازم ان احنا نكون احنا النهاردة بنسعى الانترنت يكون موجود في كل مكان وبقوة بشكل كبير فاذا دي اصبحت من يعني اساسيات الحياة لم تعد رفاهية او لم تعد اشياء يعني كمالية ولكن هي اساسيات ولكن الاستخدام الصحيح وازاي يكون عندي نوع من الفرز لطرق الاستفادة دي نقوم بيها مع شبابنا ازاي بالضبط هو ده اللي احنا بنبتدي نتشغل به من الطفولة يعني الطفال تلت سنين واربعة سنين وخمس سنين معهم من المباين هل انا كان عاما؟ دا بيعرفوا فيه اكتر مننا بالضبط وليه بقى حولي احريك الاستفل وليه في مرحلة الطفولة بيعرفة السفينجة اللي بتستشفت كل ما حولها من كبار وصغر ومن يعني الطفل يقلدك ويقلد اللي بيشوفهم الاخير دا معناه ان الطفل سوي كل الحكاية بقى ان احنا بقى زي بالضبط الطفل بشو لازم يقل كويس بس لازم يعني يبصحته كويسة من ضمن هذه الاشياء اللي انا بديها له يعني اللي ياخدها مش بيطلوبة انا كأم واب ومجتمع بديها له فبالتالي هم لا يطلبها انما في نفس الوقت انا بوجي الادوات الحديثة اللي هي موجودة الوقتي بحيث ان هم يستفيدوا منها طلعنا فوق بقى الشباب عنده بقى القاعدة عنده الاساس انت عارف ان الطفل يستطيع ان يتعلم من اثنين لاربعة خمس ست سبع لغات طبعا اللغة الام من امر واحد انما ما فيش مانع يعرف لغات اخرى فاذا عنده قدرة على الاستعام لغاية ست سنين يستطيع ان يستفيد بكل حال قبل ما يروح المدرسة اذا المناجد دراسية بتاعتي لابد ان تكون ايضا يعني مش تلقين ميقودش يحفظ ويصم يقعد يفكر فدي حاجة الحاجة اللي بعد كده بقى طلعنا فوق في المجتمع عندنا مؤسسات على مستوى الدولة كلها مسؤولة اين مؤسسة ايه قلنا التعليم اين الثقافة اين مؤسسة المجتمع المدني اين مؤسسات الاعلامية كل دول مسؤولين مع بعض صحية فلو فيه يعني هارموني وتنسيق بينهم من بعض هتبص تلاقي بلدنا العزيزة استطاعت ان تن يعني تربي اجيال تواكب انا بقى سأل الشاب هل تحب ان اي شاب في العالم يبقى حسن منك قولي لأ طب ازاي استلح بقى بلغات بفكر بثقافة بعلم بحيث ويا يا ستتي معلش سامحوني مصر بلد جميلة دون تحيز انا كنت في مؤتمر دولي يعني شهر او شهرين بصت لقيت المجتمع كله بيتكلم عن مصر في كل عندك في كل حاجة نروح بني حسن هتلاقي اثار مصرية قديمة في المينيا وغيرها وغيرها كل يوم نكتشف اثار جديدة ايه الجمال ده طب انا اخليك مكان اي انسان في العالم ويبص المصري هيبص لها معين الاعجاب او 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 حاجات اخرى فعلا انما يعني اهتمام العالم كله بالتاريخ وبالحضارة المصرية القديمة واضح بشكل كبير وبيكون واضح بالنسبة لنا خصوصا في بالضبط وخصوصا كمان في الاحتفالات وده قد ايه فيه حرص من العالم كله ان هو يتابع زي محارتك تفضلت وقلت يعني كل الاكتشافات الاثرية اللي بنحظى بها ولكن خلينا اقول برضو يا دكتور شباب النهاردة بيواجه تحديات كثيرة تمام ورغم كل هذا يعني الزخم فيه التكنولوجيا وفي الامكانيات ولكن هناك تحديات كثيرة جدا بالنسبة للشاب زي الشاب النهاردة يكون عنده قدرة على ان هو يطور من نفسه ان هو يقاهل نفسه لسوق العمل ان هو كمان يتعرف على كل المميزات او كل الخطوات اللي بتقوم بها الدولة لدعم الشباب ده بيتم هل عن طريق يعني الجامعات هل عن طريق دورات معينة انا متهم بان انا متفاعل ده احنا عايزين بقى الاتهام ده يبقى عندنا كلنا يما الدكتور اشهد صوحي يعني نولي بس شاب ممتاز جدا واعرفه من سنين طويلة ويبقى وزير الشباب النهاردة بقى واحد خريجي طبعا بس والله مش تحيز النهاردة في العالم كله بيلف ويشوف بيعمل حاجات ايجابية للشباب في كل الميادين وانا قلتوله مرة انا لما اكون احلم بان انا اعمل هذا لما كنت رئيس جهاز الشباب من سنوات عديد فالنهاردة بقى خبر يعني مفرح دولة رئيس الوزراء دكتور مدبولي عين شاب اسمه باسل عمنا مرحمي والده من قادة حرب اكتوبر المجيدة ليه مسؤول عن صناعات صغيرة ده خبر ان لسه دلوقتي اعرفه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فبالتالي انا متصور الات الشاب عليه دور ان يبتكر مشروع صغير ويعني هياخد الدعم والتدعيم من يعني هذه القيادة وفي نفس الوقت ارجو ان تنتشر الصناعات الصغيرة في مصر وهذا امره مهم جدا لان كل شاب هيبرغوا العمال كل شاب يعني خريجها ان داسة خريج خريج بتاعه بعد او هيشغل في مؤسسه او في تخصصه انما انا بدأهم يفكروا في مشروعات يعني يا استاسي الفضيلة هل يعقل ان اولادك وبناتك يروحوا امريكا وياخدوا اعلى الجواز في مجال ابتكار والابداع من خريج المدارس الحكومية المصرية صحيح والجامعات الحكومية ومن ابناء المصر العاديين يعني كلنا اولاد مصر طبعا انما اولاد مصر المكافحين فوقت بالك من ريف مصر ومن سعيد مصر هي دي العقول المصرية اللي احنا بنقول انها بالفعل قادرة على ان هي تحل كل التحديات والمشكلات اللي موجودين وازاي اوفر لهم المناخ الملائم بقى علشان ينموا هذه القدرات ويقدروا ان هما يصلوا بالفعل الى يعني الاهداف الخاصة بيهم نيجي بقى الموضوع يعني الاعلام احنا انا اشتغلت في الاعلام بقى قدم برنامج صباح مش عارف تسمعوني ولا طبعا سبع الى تلت كل يوم من سنوات عديدة وبقول انا كل ناس ترابرات فاهم شيء الصحة كل واحد بصحته كل ينتقي الهويات تتناسب مع قدراته يخرج عارف التكامل المعرفي انا قد اكون ماندس انما لازم اعرف الطب قد اكون طبيب لازم اعرف الحقوق على اساس ايه ان التكامل بين التخصصات اصبح ضرورة من ضرورة استقافة اسمح لي يا دكتور هي بنقول ان الانسان لازم يكون عنده قدرة على تسقيف نفسه والتسقيف او استقافة مختلفة حتى عن التعليم بزر ربما يكون حد يعني حاصل على قسط معين من التعليم ولكنه قادر على انه هو يثاقف نفسه بشكل كبير فدلوقتي عايز استاذن الجهاز الاعلامي اللي احنا عاديين فيه دلوقتي هنعمل مرصد اعلامي المرصد ده بيرصد كل الجوانب الاعلامية المضيئة و جيدة و نشكرهم و هيرصد طبعا الاعلام غير المناسب مش عايز اقول القلام تاني سواء داخل مصر او خارج مصر فانا عايز اعمل المناعة والحصانة لابنائنا و ليه يا نفس ايه لما اعرف خبر مش عارفين هل انا هستدق و طبعا المسؤولين في الدولة نفى المسؤول الفلاني ان فيه يعني الاشاعة الفلانية انا بقى هنوب عنه في ان انا اللي اكشف هذه الاشاعة او الخبر غير السليم او المغرض فبالتالي يعني من خلال برامج التلفزيون المصري سواء مصر جميلة او كافة البرامج اللي بتزاع على قنوات التلفزيون المصري هناك بالفعل يعني حرص شديد جدا على اولا ابراز الصور المضيئة الطاقة الايجابية القدوة زي ما حضرتك تفضلت و قلت في بداية الكلام و كمان الحقائق الخاصة ببعض الاشاعات اللي ممكن تكون يعني لها تأثير على المجتمع بشكل او باخر نيجي بقى على المستوى العالمي احنا عايزين نبرز دور مصر من خلال الاعلام بتاعنا الاعلام اللي هو يتواكب مع الفكر بصفة عامة لان كل دولة لها طبعا اهتماماتها وبالتالي بس اأذنكم الاخوة اللي احنا بيشوفونا بيسمعونا الوقت او بيشوفونا انهم كل واحد فينا يفكر في برنامج يعني كيف يقدم نفسه في المجتمع و كيف من خلال برنامجه ان يخدم بلدنا العزيزة و قصة اذا يعني على كل شاب انه هو يعني يشوف او يبحث عن القدرات الخاصة بيها ازاي يستثمرها ازاي يوظفها بطريقة صحيحة و يبدأ يضع لنفسه رؤية او خطة كمان لكل شيء يعني اعتقد ان الشاب لما يحط لنفسه هدف و يحط خطوات لتحقيق هذا الهدف و يشوف كل فترة يقيم نفسه كده شوف انا وصلت لايه و محتاج اعمل ايه ده هيكون مفيد جدا ليه في الفترة دي خصوصا كمان ان في الحقيقة عدد كبير من الدورات التدريبية لتأهيل الشباب لسوء العمل الفرص المتاحة من خلال المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر كمان اللي مناسبة للشباب و في كل محافظة يعني مش بيتم التركيز على محافظات معينة لكن في كل محافظة من محافظاتنا و ان شاء الله يعني شبابنا يقدر ان هو يحقق كل اهدافه ان شاء الله انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بس خلينا نقول رسالة كده لكل الشباب النهاردة تقول لهم ايه يا دكتور انا ببعت للشباب مصر رسالة نرجو ان تعرفوا تاريخ مصر الماضي وتفهموا الواقع الراهن وترسموا خطة المستقبل لن نستطيع ان نبني الحاضر دون ان نفهم المستقبل صحية فبالتالي التاريخ مصر مهم بكل ايجابيات و بكل قد يكون هناك مشاكل احنا استعمرنا 2500 سنة و مع ذلك اذا كان المستعمرون الاجانب غزة و مصر في عقر دارها فاحنا غزاونا المستعمرين الاجانب في عقر او كلهم المستعمر اللي كان بيجي يعني لان في ظروف معينا كنا احنا اللي بنتستعمره في الناحة الحضرية فبالتالي ننسى التاريخ بكل ما فيه من ايجابات والسلامات الواقع الراهن نبتدي نفكر في خدمة المستقبل صحيح فيما يتعلق بالشاب نفسه و يتعلق بيجي مجتمعه المحيط و يعني قريته و بلده و في مصر العزيزة اللي هي النهاردة يعني على خطوات من التقدم يعني مش عايز اقول حاجة فيها مبالغة مصر دولة عظمى بفكرها و بثقافتها و بتاريخها فنرجو ان اتفائل و نبعت رسالة بقى من هذا البرنامج الجميل لكل اعضاء المجتمع هيا نتكاتف لخدمة بلدنا في كافة المجالات ان شاء الله لان البلد بتتقدم بابنائها بشبابها بكل الفئات الموجودة فيها على قدرة كبيرة جدا من توظيف قدراتهم و امكانياتهم للنمو و التنمية في شتى المجالات انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور موسعد اويس الاستاذ بكلية التربية الرياضية نورتين يا فندم عفوا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك